اهلا ومرحبا بكم احباية والله بالصف الخامس الابتدائي في حلقة جديدة من حلقات اللغة العربية تحت اشراف ورعاية وزارة التربية والتعليم النهاردة ان شاء الله هنكمل مراجعتنا مع منهج اللغة العربية للترم الأول وهنتعرف على الطريقة اللي بتيجي بيها اسئلة الامتحان يلا بينا نتعرف على الاسئلة ونعرف كمان ازاي نجاوب الاسئلة دي يلا بينا دلوقتي هنتعرف على السؤال الاول اللي بيجي لنا في الامتحان هو دايما بيبدأ بسؤال التعبير التعبير عندنا نوعين اما تعبير وظيفي او تعبير ابداعي هنبدأ بالتعبير الوظيفي بقول لي اكتب لافتة تحث طلاب الفصل على الحفاظ على نظافة الفصل تعرفنا على اللافتة وتعرفنا ازاي بنكتبها وقلنا ان ابسط حاجة او ابسط طريقة لكتابة لافتة اما يكون فعل امر اسلوب امر او اسلوب نهي او نصيحة زي ايه هنا عايز لافتة تحس يعني تشجع طلاب الفصل على الحفاظ على نظافة الفصل ممكن نقول لهم ايه ممكن نقول النظافة من الايمان دي حكمة او نصيحة النظافة من الايمان حافظوا على نظافة الفصل دي اسلوب امر لا تلقوا المهملات والاوراق في الفصل دي اسلوب نهي يبقى احنا جربنا التلات طرق اللي ممكن نقدر نكتب بيهم ايه اللافتة طبعا لازم نعمل الاطار بتاعنا ونكتب اللافتة جوا لازم يكون فيه اطار لللافتة ممكن ما يجيبش لافتة ويقول لي اكتب رسالة اكتب رسالة تدعو صديقك الى زيارة قريتك خلال اجازة نصف العام بنعمل ايه بنستر الصفحة بتاعتنا مكان للرسالة مستطيل او مربع واول حاجة فوق على اليمين على يميني انا بتكون التاريخ تحت التاريخ ما بنكتبش التاريخ فوق يعني ما بنكتبش التاريخ بنسيب التاريخ فاضي تحتي عزيزي وبرده نسيب نقط ما نكتبش الا اذا جالك في الامتحان قالك اكتب رسالة الى صديقك احمد او محمد او سامع في الحالة دي هنكتب الاسم لكن هو ما تدنيش اسم مش هكتب اسم اللي عندي هكتب عزيزي وانسيبها بنفس الشكل اللي قدامنا ده فاضي تحية طيبة وبعد طبعا دي البداية جملة البداية اكتب اليك هذه الرسالة لكي ادعوك للحضور الى قريتنا الجميلة لقضاء اجازة نصف العام واعدك بمتعة اكيدة في احضان ريفنا الجميل كده انا كتبت نص الرسالة بتاعتي يبقى كتبت ايه اول حاجة التاريخ تاني حاجة عزيزي فلان تالت حاجة جملة البداية اللي هي تحية طيبة وبعد بعد كده كتبت نص الايه الرسالة في النهاية بنكتب في اقصى اليسار صديقك وبرده نسيبها فاضية ما نكتبش اسمينة ما حدش نكتب اسمه في الامتحان صديقك وصيبها فاضية ده الرسالة ممكن برضه يجي لي يقول لي اكتب برقية اكتب برقية لصديق نجحة في الايه في الامتحان البرقية اول حاجة فوق اليمين فيه سطرين على اليمين خالص اول حاجة المرسل اليه وبرده بنسيب الاسم فاضي تاني حاجة العنوان او عنوان المرسل اليه وبرده بنسيبه فاضي يبقى اول حاجة على اليمين فوق المرسل اليه وعنوان المرسل اليه تحتها وفي نص البرقية بتاعتي بكتب أجمل الأماني وأرق التهاني بالنجاح طبعا ممكن نكتب أي جملة تانية احنا عايزينها مبارك النجاح والتفوق أي جملة من عندي جملة قصيرة ومختصرة خلصت كتبتها تحت في أقصى اليسار اسم المرسل وبرده بسيبه فاضي وتحتها العنوان وبرده بسيبه ايه فاضي طبعا برضه بعمل إطار للكلام ده يعني البرقية أو اللافتة أو الرسالة أو حتى الإعلان بيكونوا في إطار بسطر على شكل مربع أو مستطيل على حسب اللي أنا هكتبه ممكن كمان يجي لي يقول لي صمم إعلانا عن رحلة للمدرسة إلى حديقة الحيوانات أو إلى أي مكان بنعمل إحنا ناخد الصيغة بتاعتنا ونزود فيها اللي إحنا عايزينه تعلن مدرسة نقط برضه بنعمل إطار بتاعنا بنكتب جواه تعلن مدرسة نقط عن القيام برحلة إلى نقط طبعا هنا عندنا حديقة الحيوانات فنكتب برحلة إلى حديقة الحيوانات وذلك يوم برضه سيبه فاضي إلا إذا قال لك يوم الخاميس القادم أو يوم الجمعة القادم بيقى هنكتب الموافق برضه التاريخ إذا الدهوني بكتبه مدنيش التاريخ ما بكتبهش وقيمة الاشتراك نقط جنيها برضه مرتبط نوع يدهوني أو ما يدنيش أنا هنا ليه ما كتبش الحاجات دي؟ لأنه ما قليش لقيمة الرحلة ولا معاد الرحلة فبسيبها فاضية ومن يرغب بسداد قيمة الاشتراك التوجه إلى مشرف الرحلات قبل يوم كذا القادم خلصت كده الإعلان بتاعي جوه الإطار بتاعه كده ضمنت الدرجة بتاعتي كاملة بإذن الله ده أو اللي احنا خدناهم دول اسمهم نمازج للتعبير الإيه الوظيفة بعد كده بيجي لي موضوع تاني اللي هو التعبير الإبداعي ليسا مو التعبير الإبداعي لأنه في مجال كبير إن أنا أبدع فيه وأكتب رأيي فيه طيب هنا بيقول لي السياحة مصدر مهم من مصادر الدخل القومي لمصر وهي عماد الاقتصاد المصري هو عايزني أكتب عن موضوع الإيه؟ السياحة طيب أعمل إيه؟ أول حاجة عشان أرتب أفكاري لازم أبدأ بحاجة اسمها العناصر إيه العناصر؟ العناصر دي الأشياء اللي أنا هتكلم عنها في موضوع التعبير أول عنصر عندي المقصود بالسياحة أول حاجة المقصود بالسياحة طيب لو جاء اللي تكلم عن الآثار هقوله المقصود بالآثار خلاص أنواع السياحة ده العنصر التاني بل العنصر الأولاني المقصود بي السياحة العنصر التاني أنواع السياحة العنصر التالت أهمية السياحة العنصر الرابع واجبنا نحو تنمية الايه؟ السياحة دي العناصر بتاعتي المقصود بي أنواع كذا أهمية كذا واجبنا نحو كذا طيب هنفترض نوع ما جابيش السياحة مثلا وجاب لي موضوع زي التلوث هكتب المقصود بالتلوث او العنصر تاني حاجة انواع التلوث لكن هل في العنصر التالي تينفع هكتب اهمية التلوث ما ينفعش ففي الحالة دي هكتب ايه خطورة التلوث واجبنا نحو مكافحة التلوث يبقى ده بيتغير على حسب الموضوع اللي هو ايه جاي بهولي بعد كده ببدأ كتابة الموضوع بتاعي انا شخصيا افضل انك دايما تعمل مقدمة لنفسك يعني ايه مقدمة اي واحد فينا لما يجي يتكلم مع اي حد في موضوع او يطلب منه طلب او يشرح له حاجة لازم يعمل مقدمة للموضوع ما بيدخلش في الموضوع على طول طب هل في مقدمة سابتة مفيش مقدمة سابتة انت تقدر تكتب مقدمة تألفها لنفسك او تدور عليها وتشوف مقدمة مناسبة لك المقدمة دي سطرين تلاتة اربعة انت برحتك المهم تكون ملأمة للموضوع انا نفسي لي مقدمة باكتبها في اي حاجة اقولك ايه في البداية وقبل ان نتحدث في هذا الموضوع فانني اود ان الفت نظر سيادتكم ان هذا الموضوع هام جدا وخطير للغاية واننا نحتاج للحديث فيه الى صفحات وصفحات ولكن نظرا لضيق الوقت فسوف نختصره في السطور القليلة القادمة دي مقدمة طويلة شوية ممكن حد تاني يكتب مقدمة اقصر المهم يبقى فيه عندي مقدمة خلاص نبدأ نكتب كلمة الموضوع ونبدأ نكتب ايه المقدمة بتاعتنا ونخش في الموضوع في البداية زي ما احنا قلنا تعتبر السياحة ركيزة اساسية وهامة جدا في نجاح المجتمعات وهي تعني ده العنصر الاول بتاعي اللي هو المقصود بالسياحة او معنى السياحة وهي تعني انتقال الانسان من مكان الى مكان لغرض ما غرض يعني هدف العنصر التاني شرحت العنصر الاولاني ادخل على العنصر الايه التاني اللي هو انواع السياحة والسياحة انواع متعددة منها السياحة الداخلية والسياحة الخارجية كذلك تتنوع السياحة حسب الغرض منها فمنها سياحة دينية واخرى ثقافية وترفيهية وسياحة علاجية انا كده شرحت العنصر التاني عندي اللي هو انواع السياحة شرحت عنصرين العنصر الاول هو المقصود بالسياحة والعنصر التاني اللي هو ايه انواع السياحة العنصر التالت عندي كان أهمية السياحة نبدأ فيه بولي كما أن السياحة تعتبر مصدر من مصادر الدخل القومي للوطن وهي توفر العملة الصعبة التي تحتاجها البلاد وتوفر فرص عمل للشباب كما أنها السياحة ترفع اسم مصر عاليا بين دول العالم ده كله شرح للعنصر التالت بتاعنا اللي هو إيه أبطال أهمية السياحة فيا أبناء مصر حافظوا على بلادكم وصونوا أرضها وخيراتها فأرضوا الكنانة أمانة بين أيديكم كده احنا شرحنا العناصر بتاعتنا باقي عنصر أخير اللي هو واجبنا نحو تنمية السياحة أقول إيه لذلك علينا جميعا أن نعمل على تشجيع السياحة بحسن معاملة السياح والحفاظ على الأماكن الأسرية كده أنا شرحت العنصر الرابع اللي هو واجبنا نحو تنمية الإيه السياحة أبدأ أقول الخاتمة بتاعتي نهاية الموضوع زي ما قلت مقدمة لازم أنهي بإيه بخاتمة وفي النهاية فالسياحة دعامة هامة ومصدر عظيم لرفع شأن مصر عاليا خفاقا بين جميع المجتمعات كده الموضوع بتاعي انتهى بس أنا عايز أقول نقطة إن ممكن بعض الطلاب زي ما هو عامل لنفسه مقدمة يعمل لنفسه إيه خاتمة ممكن أقول إيه في الخاتمة أقوله في النهاية فإنني أدعو الله الذي بفضله تتم الصالحات أن يكون هذا الموضوع قد نال إعجابكم والله الموفق والمستعاني دي خاتمة من عندي أنا أنت ممكن تضيف خاتمة من عندك أنت كل واحد يبقى عنده مساحة للإبداع ليه أنا ما كتبتهاش؟ لأن ده تعبير إبداعي أنا عايزك أنت تبدع من عندك تكتب مقدمة خاصة بيك مش تبقى حافظ مقدمة معينة سبتة أو خاتمة معينة سبتة يبقى احنا تعرفنا على التعبير الإبداعي بنبدأ بالعناصر وبعد كده بندخل في الموضوع فنبدأ بالمقدمة وبعد كده نبدأ نشرح العناصر بالترتيب اللي احنا كتبناه بعد كده بننهي كلامنا بالإيه؟ بالخاتمة وبكده إن شاء الله نضمن الدرجة الكاملة في موضوع التعبير سواء التعبير الوظيفي أو التعبير الإبداعي كمان في بعض السلوكيات الخطئة من بعض الطلاب أثناء الإجابة عن موضوع التعبير موضوع التعبير أنا هقولها كده لفظ صريح يعني مش بيتقاس بالشبر مش مقياس عندي أن انت كتب 30 سطر أو 20 سطر المقياس عندي إن العناصر اللي احنا قلنا عليها دي تبقى موجودة المقياس عندي إن مبقاش انت عندك أخطاء إملائية ولا أخطاء نحوية تبقى كاتب كلمات صحيحة في بعض الطلاب يكبروا خطهم قوي لأ غلط في بعض الطلاب التانين يكتروا المساحة قوي ويعيدوا من نفس الجمل مرة واثنين وثلاثة واربعة برضو غلط مش هتاخد الدرجة كاملة إمتى هاخد الدرجة كاملة لو خطي جميل لو أنا منظم كراس دي ده جزء من الدرجة لو أنا كاتب العناصر وكاتب مقدمة كويسة وشرحت العناصر وشرحت الموضوع بدون أخطاء إملائية وبدون أخطاء نحوية بدون مد وبدون تطويل وبدون تقصير يعني ما ينفعش حد يكتب موضوع تعبير عبارة عن سطرين أولايل جدا ومش مقياس عندي إن عشان أنت كويس فتبقى كاتب لي موضوع تعبير ثلاث صفحات بتضيع وقتك في حاجة مبالغ فيها خلي الأمور وسط خير الأمور الوسط بعد ما تعرفنا على التعبير هنبدأ مع بعض نراجع بعض دروس القرارة سؤال الأب ماذا أعجبك في هذه الشخصيات يا أمير طبعا ده من درس إيه حب الوطن ماذا أعجبك في هذه الشخصيات يا أمير أمير أعجبني فيها ما قدمته للوطن من أعمال عظيمة وأجد ما أفخر به وأنا أكتب رسائل لأصدقائي الأب إن هذه الشخصيات طبعا الأب بيكلم مين أمير إن هذه الشخصيات ترد بعض أفضل الوطن عليها نشوف الأسئلة ونبهنا قبل كده وقلنا رجاء رجاء إنت شواطر وإنت متفاق وإنت عارف الدرس وحافظ كل كلمة فيه لكن برضو لازم تقرأ أي فقرة تجيلك في الإمتحان أي فقرة لازم تقراها حتى لو إنت عارفها قراها كلمة كلمة ولو أمكن تبدأ تأسمها إلى جمل زي ما تعلمنا في النحو رقم ألف هات ما يلي معنى كلمة رسائل طب نشوفها بقولوا أنا أكتب رسائل إيه هي رسائل يا أبطال كلمة رسائل معناها خطابات رسائل معناها خطابات مفرد كلمة أعمال مفرد كلمة أعمال ممتاز عمل جمع كلمة الوطن الوطن كلمة مفردة جمعها كلمة الأوطان والمناسبة هي جمع تكسير مضاد كلمة أصدقاء ضد كلمة أصدقاء يا أبطال إيه ممتاز ضد أصدقاء أعداء نفس القطعة بتاعتنا السؤال رقم بيه بقول لي لماذا أعجب أمير بالشخصيات المصرية المهمة دايما وزي ما بقول أنا قلت ليه نقرأ القطعة لأن غالبا أغلب الأسئلة اللي بتجيني بتكون إيجابتها موجودة في القطعة ممكن نقطة واحدة تكون من برى القطعة لكن أغلب الأسئلة كلها الإجابة موجودة في الايه في القطع لماذا أعجب أمير بالشخصيات المصرية المهمة ليه نشوف كده ماذا أعجبك في هذه الشخصيات يا أمير أمير الإجابة هي أعجبني فيها ما قدمته للوطن من أعمال عظيمة هدي سبب كفاية كده لا لسه وأجد ما أفخر به وأنا أكتب رسائل لأصدقائه إما نكتبها بالصيغة دي بالحرف نقول قال أمير أعجبني فيها ما قدمته للوطن من أعمال عظيمة وأجد ما أفخر به وأنا أكتب رسائل لأصدقائه أو نكتبها بالصيغة التانية بالضمير الغائد يعجبه اللواء أمير ما قدمته للوطن من أعمال عظيمة ويجدوا اللواء أمير ما يفخر به وهو يكتب الرسائل لأصدقائي سؤال رقم جيم لماذا تقدم الشخصيات المصرية أعمالا عظيمة للوطن ليه أولاد الشخصيات العظيمة دي قدنا شخصيات عظيمة كتير نجيب محفوظ أحمد زويل سعد زغلول كل هذه الشخصيات طلعت حرب شخصيات قدمت للوطن أعمال عظيمة لماذا؟ الإجابة لترد بعض أفضال الوطن عليها والإجابة موجودة برضو في الايه؟ في القطع الأب إن هذه الشخصيات العظيمة ترد بعض أفضال الوطن عليها الإجابة موجودة في الايه؟ في القطع بتأتي بيقول لي استخرج من الفقرة استخرج من الفقرة ما أقولش من عندي ما أقولش كلمة من عندي أقول من الكلمات الموجودة في الايه؟ في الفقرة بتاعتي جمع مؤنث سالم إيه هو جمع المؤنث السالم يا أولاد؟ هو ما دل على أكثر من اثنتين ما دل على أكثر إيه؟ من اثنتين بزيادة ألف وتاء على مفردي بزيادة ألف وتاء على مفردي يبقى جمع المؤنث السالم دايما بينتيب إيه؟ بألف وتاء مفتوح ماذا أعجبك في هذه الشخصيات؟ أدي أول كلمة الشخصيات طيب مفردها إيه؟ شخصية تنتين بتاعي مربوطة مؤنثة؟ أيوة يبقى دي أول كلمة عندي جمع المؤنث سالم كلمة إيه؟ الشخصيات ليه بقول أول كلمة؟ لأن وارد جدا يبقى عندي أكثر من كلمة جمع المؤنث سالم أو مفرد اللي هو طلبه يعني في القطع أداة استفهام يعني إيه أداة استفهام يا أبطال؟ أداة استفهام هي كلمات تستخدم للسؤال كلمات تستخدم للإيه؟ للسؤال دايماً بيكون في آخر الجملة اللي فيها أداة استفهام علامة استفهام طيب الأب ماذا أعجبك في هذه الشخصيات يا أمير؟ علامة استفهام هي عندي إيه؟ في علامة استفهام بقى الجملة دي؟ جملة استفهامية سؤال فين الكلمة اللي بسأل بيها؟ ماذا؟ يبقى الكلمة عندي اللي هو عايزة اللي هي أداة استفهام هي إيه؟ ماذا؟ اسم إشارة أسماء الإشارة هذا هذه هذان هاتان هؤلاء هو ما حدد ليش اسم إشارة مفرد اسم إشارة للمسنة هو عايز اسم إشارة وخلاص طيب عندنا نقرأ كده مع بعض الأبو ماذا أعجبك في هذه الشخصيات يا أمير عندنا كلمة هذه تعتبر اسم إيه إشارة جمع تكسير طيب مراجعة سريعة كده على أنواع الجمع الجمع عندنا ثلاث أنواع إما جمع مذكر سالم وده بيكون بزيادة وو ونون أو ياء ونون على مفرده يبقى جمع المذكر السالم دايما يبينتهي يبوا ونون في حالة الرف أو ياء ونون في حالة النصب والإيه والجر ده أول نوع تاني نوع جمع المؤنث السالم اللي هو بينتهي لسه أي نوع بينتهي بإيه بآلف وتاء مفتوحة طيب جمع التكسير قلنا جمع التكسير لا يخضع لقعدة معينة ممكن الكلمة المفردة تزيد حرفة بأجمع تنقص حرفة بأجمع يخش عليها حرفين أو تلاتة ففيها تغيير ليس له قاعدة الأب ماذا أعجبك فيها هذه الشخصيات كلمة الشخصيات جمع بس تنفع جمع تكسير لا جمع مؤنث إيه سالم أمير أعجبني فيها ما قدمته للوطن من أعمال طيب كلمة أعمال دي مفرد ولا مسن ولا جمع جمع مفردها إيه عمل بقى دي جمع إيه أبطال جمع تكسير وكمان كلمة أفضل يبقى عندنا أعمال وعندنا إيه أفضل إحنا هنا اخترنا كلمة أفضل وفي كلمة رسائل مفردها رسالة سؤال لكي يستثير المعلم انتباه التلاميذ طرح عليهم السؤال التالي ده من درس إيه أبطال من درس الكهرباء في حياتنا ماذا يحدث إذا انقطع الطيار الكهربائي لمدة أسبوع هأرى الفقرة مرة تانية لكي يستثير المعلم انتباه التلاميذ طرح عليهم السؤال ماذا يحدث إذا انقطع الطيار الكهربائي لمدة أسبوع هات ما يلي هات معنى يستثير يعني يستثير نشوفها في الجملة لكي يستثير المعلم انتباه التلاميذ فيه اكتر من معنى مناسب زي ايه مثلا؟ يجذب او يشد او يحرك هناخد مثلا هنقول يجذب او يحرك يجذب او يحرك جمع كلمة السؤال جمع كلمة السؤال الاسئلة مفرد كلمة التلاميذ مفرد كلمة التلاميذ تلميذ او التلميذ مضاد كلمة التالي التالي ضدها لما نقول مثلا حطاها في جملة لو احنا مش عارفين الاسبوع التالي ضدها الاسبوع الايه؟ السابق او الماضي ماذا فعل المعلم ليستثير انتباه التلاميذ الاجابة موجودة عندي في القطعة ولا مش موجودة؟ موجودة طرح عليهم السؤال الايه؟ التالي اللي هو ماذا يحدث اذا انقطع الطيار الكهربائي لمدة اسبوع بما اجاب التلاميذ المعلم عن السؤال الوارد في الفقرة التلاميذ جاوبه قاله ايه؟ اجاب التلاميذ تتعطل الشركات ولا يتحمل الناس درجات الحرارة في الصيف ولا البرودة في الشتاء لان المراوح ستتعطل والسخانات ستتوقف اذكر ثلاثة اماكن لا يمكن الاستغناء فيها عن الكهرباء طبعا اماكن كتير جدا هنقول منها ثلاثة بس هنقول لليكن البيوت والمصانع والمستشفيات استخرج من الفقرة السابقة اداة استفهام منها من شوية ماذا؟ ممتاز كلمة بها الف واسط قلنا قبل كده في حصة الاملاء الف الوسط لا ترسم فوقها همزة طيب نشوف كده ببساطة جدا ممكن اي كلمة اقولها ال تبقى الف واسط خلاص طيب وايه تاني نشوف كلمة المعلم طيب كلمة بها همزة قطع اللي الهمزة المكتوبة فوق او تحت الالف نشوف معانا كده كلمة اسبوع وكلمة اذا من درس تربية الدواجن لماذا يربي المصريون الدواجن؟ لانها مصدر من مصادر البروتينات فتربيتها غير مكلفة فيتتغذى على ما تنتجه الارض من حبوب اميرة لقد قرأتوا ان الطيور تصاب بالانفلوانزا مثل الانسان اختار الاجابة الصحيحة تصاب الطيور بنقط مثل الانسان باي يا اولاد؟ بالانفلوانزا ممتاز كلمة مصدر جمعها سوري اعتذر كلمة مصدر جمع نوع الجمع جمع ايه؟ جمع تكسير من قصة مغامرات في اعماق البحار اختار الاجابة الصحيحة يطلق على الحمام الزاجل ممتاز حمام المراسلة يصبح الخيال حقيقة عن طريق العلم ولا العمل ولا العلم والعمل العلم والعمل كانت الاسماك تسارع بالهرب بسبب ممتاز السمكة ذات المنشار الاشجار الصخرية هي من عمل حيوان الايه؟ المرجان اللي بيصنع المستعمرات الايه؟ المرجانية اخر سؤال عندنا وجد عقلة الاصبع اخته محشورة تحت ممتاز تحت انبوبة ضخمة الانابيب السوداء كانت تستخدم في نقل ممتاز في نقل البترول وبكده نكون وصلنا النهاردة لنهاية حلقتنا وان شاء الله لنا حلقة اخرى والى اللقاء في حلقة قادمة باذن الله شكرا وإلى اللقاء